كيف تعيشون الآن هذه المقابلة بين أنكم حقتوا الصعود أو حقتوا البقاء ثم ستلعبوا هذه المقابلة الثلاثة التي فيها الكثير وغيرت هذه المقابلة لما عندهم ما يديرون بها هل ستأتي أنتم لا دير السياحة أو ستأتي للا دير سياحة ما كنا في أكادير أولاً كنت أشترك عن كلامي قصير حقنا وكما قلت لي بالفعل كانت معاناة كبيرة 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 بزاف بشأنه كما قلت لي صارق دينا على المستوى يعني إلا أنه على الأقل أنه يكون طماء قبل ثلاث مباريات من انتهاء الضطورة وعلى البقاء دياله كما قلت لي الضريق مرض مشاكل عديدة بزاف ومن الصعب أنه كما قلت لي صبر الفارق إلى ما كان شناف دياله خدامين بواحد سيريا بواحد الثاناء بواحد إخلاص ماشي غير بزافة وشريف وإنما كيهن بزافة للنجانة الخساء لبال المناسبة كان بنشكرهم بزافة بزافة لو أنه ستوف ميديكال هو للرئيس المكتب وأيضاً دعم ديال المنخرطين ودعم ديال الجمهور يعني من الصدر كان فروق لما ستطعتش خرج من الأزمة كيهن بحلها كان فروق كتير زافة عديدة اللي يعيشوا في يعني في يعني في ديفيزيون للهوات لما كانوا نجحوا بشياء يخرجوا من هذه العاصفة الحمد لله الفارق يلا نجح برجال دياله نجح برجال دياله يعني بالعازمة دياله الأولاد دياله العازمة دياله العازمة دياله وإن شاء الله مستقبلاً إن شاء الله أن الأمور يعني تدير واحد شخص كثير لأن شيء كذلك ماشي سهل يعني تبنى كثير كيف يعني كيف هتستقبلوا كيف هتستقبلوا الوداد لأننا تعرف على أن الآن هذه المرحلة هذه كينا كورة القدم ولكن كينا كورة الكلام أيضاً الكل يتكلم كثير تيقولون أنتم مرة ما عندكم ما تديروا بالمات شوشتوا بينما لا البطولة الآن غادة يعني البطولة نازية وكنشوفوا على أن التنافس كيف غادي والتشويق حيث أن الدورة 27 عطى الدرس الدورة 27 سيد مصطفا كانت قوية وكانت أقوى دورة فيها 27 هدف رأى أقوى دورة هديك وبان على أن الفرق يقول لكم أن الفرق انتصرت على كورونا وانتصرت أيضاً في التنافس طبعاً طبعاً كما كنا 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 نتمنى أنه أول خطرة كما كنا نقول ونعيشه وكما تلبيض وانضغط فأستضمننا مع فريق لكي لعب لأن إذا كنا نعب هذه المقابلة مع فريق أخر من البقاء ديره أو لما كنا نشكين أفسر بطولة يمكن لعبوه بوحد آرحية وانصولاجة وشيشوية وبناء صدمنا مع مقابلة كبيرة مقابلة قوية مقابلة فيها كلم كثير مقابلة الذي يمكن أنه يعني يتبين الملامح الجيل البطال ما عندنا نديره كما نقول هي مقابلة شرف أولاً مقابلة تربط الاعتبار مقابلة جيل لأن صدمنا إكراءات كبيرة بزراث مشينا الجيدة بالنقص كبير للاعبين جيلة من الجديدة صدمنا عودتاني بالفيروس كورونا اللي حيدنا تسعود يالناس من فريق لفين خمسة للاعبين وأنا كان نقف وكان نقول هاللعبين ماشي ماشي حقيقين بالعكس جميع اللعبين اللي عادنا كلهم لعبين رسميين وكان فيهم تات اللعبين كانوا شاركوا رسميين في مقابلة جديدة الآن صدمنا هذا الجانب ولكن كل شيء لا يقف لإصرار والعزيم التي كانت من قبل والأولاد كون شاء الله فضل المقابلة هذه لأن عرفنا الكلام وكان وانا نقول ماذا ترب أو نحن فريق هذا الأمم ما تكون ومع ما تدار لو كان كان تدار شيء ما ما نصبط لعيبين يبقى فريقا منذ 1999 في صفقة المواطنية الأول الحمد لله الأرش وكان ما نقول وكان تحمل المسؤول مع المرش المسؤول يعني تجر أو لا تخاو أو لا لأن سواء لعيب أو لا إطار ولا هذا نطح الجميع يمكن أن نطح العظة لأن سواء المصطفى الشريف أو الناس التقنية أو اللاعبين لديهم شخصيطهم لديهم كرامات لهم من فوق أي اعتبار المقابلات سنأخذها بعض شيء بالرغم ما نقول نقص العدد للعبين وإنما أنا عندي تقا كبيرة في اللاعبين الذين سننضخلوا في غير ما كان لدينا كليبر في مجموعة وفير في بوست وعظمي إنجاء الله كما كان نتيجة كبيرة جديدة بلاعبين كانوا مقابلات كما حقنا في زفز المقابلات لما كانوا لاعبين لأخيرين لإقاموا بمقابلات كبيرة كبير من أن شاء الله لهم ستكون على أقل أمضروا مقابلات كبيرة نتيجة 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 المقابلة القادمة تكون فيها تعادل الانتصار والعزيمة ولكن نحن سأل لعبون للعبين أو للناس الذين كانوا تصاب بهذا الوباء لعبون المدين إن شاء الله الآن دخل نحن مرحلة التركيس وماركول شدرت لعبين داخلين فتركين كبير إن شاء الله لأن يحقون نتيجة إيجابية هذه المقابلة وكذلك كانت حركة مقابلة لذكورة القدم ولعبين قمنا الأحداث الكبيرة الذي رجع بقوة ونحقون نتيجة إيجابية إن شاء الله ماشي بعيد ماشي غريب لحسن يتقذي على الرجال جالوا للشبب ديال ديروا لايك وبرتج والفيديو وما تنسوش أبونا وفلاشين وتضغطونا الجرس باش وصلوا بكل جديد دي الامفم سبور